بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إحنا في الحقيقة هل ممكن تحجي قلوبنا مع الحجاج؟ إحنا النهاردة بقى منتكلم عن يوم عرفة وإحنا تكلمنا إيه اللي ممكن نعمله في يوم عرفة في حلقة مبارح بس إحنا النهاردة بقى هنتكلم عن حاجة تانية إزاي نعيش بقى بقلوبنا مع أهل عرفة؟ إزاي نقدر نعيش وأنوار عرفة بتسري فينا؟ إحنا عندنا مبدأ حطينه كده في حقاتنا ما حج حج وصدق في حجه إلا وعاد محبا للحياة مع ربه يبقى الحج الحقيقي الصادق في الحج هو اللي بيرجع وحياته كلها بتتنور بإنه هو بيحب إنه هو يعيش مع مولاه سبحانه وتعالى وده علامة الحج الصادق إنه هو يحب أن يحيا مع الله يحب إن حياته كلها تبقى حج وعشان كده من الأمور اللي ممكن نفعلها ويتخلي قلوبنا تكتب في إن إحنا ضمن حجاج بيت الله الحرام إن قلوبنا تتعلق بالحج وبأشياء تتعلق بالحج وكأننا النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها إزاي نكون من أهل حج القلوب أول حاجة عشان تكون من أهل حج القلوب هنعمل تمارين خفيف كده تعمله وتتعوده إنت فاكر الحج أول حاجة ربطتنا بيه إيه؟ فكرة الأزان علق قلبك بالأزان وإنت بتسمع الأزان دايما اسمع نداء الحق لقلبك لأن الله سبحانه وتعالى قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالة فالإصصة في بداية الحج مع سيدنا إبراهيم كانت بداية الأزان ولذلك الأزان وكأن كل واحد قلبه هيقول يا رب هاجة شوقي وتعلق قلبي وذابت حشاشتي وأنا أريد أن ألقاك هناك عند بيتك الحرام ولكني منعت ولذلك قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله فلذلك الله سبحانه وتعالى أزال الحجب عن تبليغ الله سبحانه وتعالى أذانه ونداءه لكل قلب فاستمع إلى أذان سيدنا إبراهيم بتبليغ رب العالمين استمع أن الأذان ده وصلك فما مالنا بقلب يبلغه الله سبحانه وتعالى أذان خليله عليه السلام ومن لم يستطع في حسبه حديث الرحمة والود والجمال إذا نبت في قلبك نبات الشوق فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سقى هذا النبات نبات الشوق إذا اللي نبت في قلبك نبات الشوق اللي نبت في قلبك أني أنت كنت بشتاق أني أنت تكون من أهل يوم عرفة سقى كيف سقى النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزو فقال صلى الله عليه وسلم إن أناسا بالمدينة ما سرتم مسيرة أو غزوتم غزوا إلا وكانوا معكم فقالوا يا رسول الله وهم في المدينة قال وهم في المدينة حبسهم العز اللهم إنا نشهدك أننا بأشواقنا وبقلوبنا أردنا أن نسير في هذا المسير أردنا أن نسير مع الحجيج أردنا أن نسير في عرفات فاكتبنا يا ربنا وتعالى سمعكم بشرة سيدنا عبد الله بن المبارك كم مرة كان بيحج فنام يوم التروية وكان الحجيج الذين أقبلوا كانوا قليل فنام في اليوم التالي في يوم عرفة فوجد في الذين قبلوا كانوا قليل فوجد في يوم عرفة نداء كده سمع هاتف يهتف يقول اذهبوا قد غفر لكم كرامة لموفق الشامي الإسكافي اذهبوا قد قبلتم ببركتي من موفق الشامي الإسكافي فيقام سيدنا عبد الله بن مبارك وفي قلبي أنه لازم يعرف من ده فقرر أنه لما يعود من الحج أنه يبحث عن هذا موفق الإسكافي هذا حتى وجدوا رجع إلى الشام فوجدوا فسألوا ماذا فعلت لتكون في هذا المحل العظيم أن ربنا سبحانه وتعالى يقبل الحجيج ببركتك فحكالوا قصة من أعجب القصص عشان تسلي قلوب قال كنت أجمع الأموال لمدة عشر سنوات لأجل الحج ولما تمت أموال الحج قالت لي زوجتي بعد أن عدت إلى المنزل اطلب لنا لحما من جيراننا فإن شممنا رائحة الشواء وهم يعيني فقر ما عندهمش فذهب إلى الجيران وكانت جارته امرأة أرملة فقال لها يعني أولادي ما أكلوا لحمة من مدة طويلة وأنتم عندكم الشواء فقالت له سأقص عليك القصة فإن قبلت أن تأخذ من هذا اللحم أهلا وإلا فلا قالت له كن كدنا نموت قبل أمس من الجوع فوجدنا أحد الجيران قد ماتت له شاه فألقاها في الطريق يا الله فأخذت قطعة من الشاه الميتة وشويتها لأولادي لكي يستطيعوا أن يأكلوها لكي يذهب رائحة الشواء رائحة الميتة فإن كان هذا يصلح لك ويجوز لك أن تأكله فخذ ففك موفق الشامي الإسكافي وذهب إلى بيتي وأخذ كل مال للحق وأعطاه لتلك الأرملة وقال لها والله ما أنصفناك وما قمنا بحقق علينا ولا قمنا بما أقامنا الله فيه إذ تركناكها لهذه الحال فلما سمع القصة سيدنا عبد الله بن مبارك قال بهذا بلغت ما بلغت موفق الإسكافي أصبح ممن قبل الحجيج بسره لما فعل هذا وجبر خاطر هذه المرأة وأيتامها ولذلك أول حاجة بتقابلنا في الحج عشان تحرم قلوبنا في الحج ده عشان يبقى الحج ده حج قلوب أن تحرم القلوب يعني إيه تحرم القلوب الأحرام يكون بتلات حاجات بالنية والنية هنا يكون معناها أن تقصد للبيت والحاجة التانية التجرد أن تتجرد من المخيط المحيط حاجة التالتة التلبية تلبي لبيك اللهم لبيك ولذلك الإحرام بقى عند أهل الله هو أن يكون قلبك حرما لا يدخله إلا أنوار الله فيصير قلبك حراما على النفس والدنيا والشيطان والهوى هو ده الإحرام لا إحرام القلوب فتعالوا النهاردة النهاردة تحرم قلوبنا وخاصة إحنا بفضلنا نشغل ساعات تعالوا تحرم قلوبنا فالنية معناها أن تقصد أن ترحل من نفسك إلى الله فتخرج من وهم سلطان النفس والشيطان والهوى والدنيا ما لهمش سلطان عليك وتسيبك من إنه ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشدة الشقوات وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي كيف الخلاص؟ بأنك تعرف أنك بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي به يكون الخلاص فإن يحصل؟ تضع يدك على قلبك وكأنك تنوي وتقول يا من ما أنت معي فأسألك أن تجعل قلبي يحرم وأن أذهب إليك بأجمعي يا من أنت معي أسألك أن يحرم قلبي وأن أذهب إليك بأجمعي كلك يذهب إلى الله تاني حاجة في الأحرام التجرد والتجرد هنا معناه مش بقى أن أنت أتخلع المخيط المحيط لكن التجرد هنا معناه أنك تتجرد من كل التعلقات مش المقصود أن أنت تكره الناس ولكن أن أنت لا تجعل حياتك تتوقف على غير الله فتقول حياتي ليست بأحد لأن حياتي بالأحد هي بحياتنا لا تتوقف لا على شهوات ولا على ملذات ولا حتى على أحباب حياتنا لا تقف على أحد لأن حياتنا بيد الأحد وتتجرد من حولك وقوتك فالله حرم علينا الفاني ما عندكم يفنى كل ده ثاني ثاني ولكن نتجرد من كل ده لأننا إذا تجردنا من كل ده يبشرنا الله بمدد الباقي ولكي نتجرد بقى لابد أن احنا نشعر بأننا ممدودين من الله الله يبقى اليوم ده ما حدش قلبه هيحرم غير لما يحس أنه تجرد فإنه حصل فحصل له المدد فأنت تتجرد لا لتتعرى ولكن بتتجرد لكي تكسى بمدد الله فالصادق في عيشه هو من عاش بلا حول ولا قوة إلا بالله اللي يعيش بماذا الذي يحيى بمدد الله فإذا تيقنت من مدد الله كنت من أهل السعادة فاختار عبادة تظن إنها سقيلة على قلبك وفعلها الآن كأن تسمح أحدا ما كنت تستطيع أن تسمحه أعمل داد الأول أو تعتذر لأحد كنت نفسك لا تستطيع أن تتجاوز هذا وتذهب لإيه وتذهب لتعتذر له يلا تجرد الحاجة التالتة في الإحرام التلبية ومعنى في حق القلوب العودة إلى الله بأن تكسر العادة لتذوق حلاوة العبادة تكسر العادة اللي عندك دي عشان تذوق حلاوة العبادة وكيف يكون ذلك أن تذهب إلى الله بغير رصيد وتعاهد الله بأنك لن تغادر ساحته ساحة العبيد أنا جاي لله سبحانه وتعالى بغير شيء هو ده الإحرام أنا خلاص أنا جاي ألبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك خلاص أنا ليس عند رصيد وترى الحياة من عند الله فتعظم ما يعظمه وماذا ولا ترى ما يحقره سبحانه وتعالى فأحرم القلب يكون بثلاثة أشياء التوبة وأن تحيا بمدد الله وأن تعاهد الله أن تبقى في ساحتي ساحة العبيد بغير الرصيد فثلاث من كن فيه أحرم قلبه توبة ومدد وعهد تلت دولي بأنت كده أحرم قلبك يلا يلا مع بعض انتوب إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله وعزمنا على أن لا نعود إلى معصية أبدا وأنت يا ربنا الذي تسمع أصواتنا على ما نقول شهيد يا رب اقبل توبتنا يا رب العالمين يبقى أول توبة ومدد يا رب احنا عارفين لن يخالد قلوبنا خوف من أن احنا نعود وننتكس مرة تانية إلى زنوبنا لا لا احنا سنسير في حياتنا بمددك ومددك إذا جاء لا يمنعه شيء فمددك إذا جاء فيكون بلا عدد ولا أحد يمنعه فإنه مدد الأحد والحاجة التالت نعاهدك يا مولانا أن هذه الساعة التي نزوق فيها تلك الحلوة أن نبقى عليه يا رب نعاهدك ونسألك أن تدخل لنآن في ساحتي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه يا رب جعلنا من الصدقين على معادتك إلا نعود إلى معصية أبدا ومن الأعمال الصالحة اللي ممكن نوصي بها في تلك الأيام وفي اليوم النهاردة بالذات هي عبادة صلة الأرحاب لأن مدخل الأيام العشر هي المحبة قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام فالمدخل هنا هو الحب فالمدخل في العشر للأيام الحب ولذلك إلا حاصل لازم نغمس قلوبنا في الحب ولذلك إلا حاصل نغمس عبادة صدق الأرحاب بالثلاث معاني التوبة والحياة بالمدد والمعاهدة فنتوب إلى الله أن نتعامل بالمكافأة خلاص لكي نتعامل مع أهلنا ورحمنا بالمكافأة ونطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يمدنا بمدده أنه يجعلنا من المواصلين لأرحمنا ولا نعبأ بأي أذى ممكن يصل إلينا ثالث حاجة ونعاهد الله أنه أحرمت قلوبنا على ألا نترك ما يحب فنعاهده ألا نترك سلة الرحم أبدا هذه أول حاجة ده الإحرام وعملنا تطبيقه ممكن تعمله على عبادات كتيرة تعمله على الصدقة تعمله على الصلاة تعمله على حاجات كتيرة تعمله دلوقتي ثم بعد ذلك إيه الطوف ثم بعد ذلك الطوف وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إحنا كده نقططف أهم الحاجات اللي إحنا ممكن نعيشها نعيش الحج فيها حج القلوب هنا وإحنا إينا فيتحج قلوبنا ونحن هنا فإيه اللي حاصل؟ الطوف إحنا عارفين أن الطوف كالصلاة إلا أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا الكلام فيه طب إيه اللي يجعل الطوف كالصلاة ده سؤال اللي يجعل الطوف كالصلاة مسألة الواسط أن الصلاة أن الصلاة صلة بين العبد ورب والطوف صلة بين العبد ورب ولذلك تعالوا نتأمل بعض الأشياء في الطوف الطوف سبعة أشواط صح ويكون بعكس عقارب الساعة في الحرم يعني أنت بتعمل إيه؟ عقارب الساعة بتمشي كده وانت بتعمل إيه؟ بعكس عقارب الساعة في الحرم ونعلم أن الصلاة إيه اللي حاصل؟ الصلاة كفرات لما بينهما إذا اكتنبت الإيه؟ الكبار وكأن الصلاة تجدد حياتنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج ولم يفسق ولم يرفث عادة كأم وولدته أمه أي يولد من جديد فلذلك إيه اللي حاصل؟ انت بترى وكأنك وانت بتطوف عكس عقارب الساعة إيه اللي حاصل؟ وكأن انت في طوفك بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ عقارب الساعة بتمشي كده وانت بتطوف كده وكأنك بتعمل إيه؟ بتعدي على حياتك وأيامك السبعة وتتخلص منها وتتخلص من كل ما فات وإيه اللي حاصل؟ وكمان تتخلص من سبعة أحمال عليك مع كل شوط بتتخلص من أحمال عليك أحمال على قلبك أول حاجة أول حلم عليك أول حمل عليك بتتخلص بيه وانت كأنك بتعدي على أيامك وتطهرها وتنظفها مع الصلاة التوفك والصلاة صلة بين العبد وربي فبأنوار الله تعمل إيه؟ تغسل أيامك وليك تغسلها من إيه؟ من مرارة الذنوب والأثام أدي واحد حياة تانية من لهيب الأوجاع والآلام اثنين من سلطان المخاوف والأوهام تلاتة من قسوة الأحداث والأيام أربعة ومن التعلقات بالأنام خمسة ومن عبادات الحسابات والأرقام فتعيش إيه؟ حياة مليئة بالحسابات وتعبد الله بالحسابات والأرقام نخلص منها ومن سوء ومن سوء الظن بالملك العلام فتتخلص من كل ده فتتخلص بإيه بقى؟ بحكتين حكتين مغموسين في حكتين بالذكر والدعاء المغموسين في الخوف والرجاء ياه يبقى الطواف ده يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى تطوف كده فتذكر وتدعو وأنت خائف وأنت راجي يبقى أنت تعمل إيه؟ يبقى هو اتكلمنا كيف تحجت القلوب في الإحرام وكيف حجت القلوب أيضا في الطواف بالذكر والدعاء المغموساني في الخوف والرجاء ونكمل حج القلوب مع حضرة المحبوب سبحانه وتعالى وخلف الحبيب الذي نصل به إلى أعظم مرغوب صلى الله عليه وآله وسلم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا أنوار يمعرفة والأنوار اللي بتنغمس في أقلوبنا ونرجع طاهرين متهرين طيبين مطيبين وهو حد يظن أن فضل الله ممنوع على حد من عباد الله الله سبحانه وتعالى كريم مش ممكن نحج إلى ربنا سبحانه وتعالى بقلوبنا ثم نعود خائبين حشاه إحنا حجينا بقلوبنا وتكلمنا عن النية عن الأحرام إزاي يكون الأحرام بالنية والتجرد والتلبية وإزاي يكون بالتوبة وكمان إزاي نكون بالعيش بالمدد وإزاي يكون بالعهد مع الله وإزاي لما رحنا للطواف وده ركن من أركان الحج وإزاي الطواف شفناه إزاي بينطوف سبعة أشوات عشان نعود كيوم والدتنا أمهاتنا فالطوف قلوبنا ونتخلص بقى من سبع أحمال تئيل علينا ولكن نتخلص بإيه بالذكر والدعاء المغموسين في الخوف والرجاء يا سلام ادعو ربنا سبحانه وتعالى وتعالوا نقول كده اللهم إنا نذكرك في هذا اليوم المبارك نذكرك لا لشيء إلا لنقول لك اللهم زدنا معرفة بجمالك بأن تصلح قلوبنا وأن تغير أحوالنا حتى نخرج من هذا اليوم نخاف من أن لا ترضى عنا ونطلب رجائك بأن تكتب أسماءنا في دواوين أهل الرضا يا من بيدك الرضا نسألك الرضا فاعفوا عما مضى وطلطف بنا إذا نزل القضى واكتبنا في دواوين أهل الرضا الحاجة كمان اللي احنا عايزين نتكلم عنها كمان في حاج القلوب أصل حاج القلوب دا يا عالم تاني خالص مين قال مين قال اللي هنا محجوش يستطيع كل واحد فينا النواة يحج وتعالوا نشوف إزاي نتكلم بقى في حاج القلوب عن يوم عرفة يوم عرفة بقى فهو أفضل أيام الدنيا الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينة فإن الحاجة فالآية دي نزلت يوم عرفة نزلت يوم عرفة ليه لبيان فضل هذا اليوم فعندنا في الآية دي إكمال الدين أدي واحد وإتمام النعمة اتنين والرضى بالإسلام أو إسلام الرضى فإذا أردت أن أنت تتعرف على يوم عرفة فلابد أن أنت تتعرف على الآية معاني التلاتة دي وعشان كده سيدنا عمر قال إن هذه الآية نزلت فيه عيدين عيد يوم الجمعة وعيد يوم عرفة إذن يوم عرفة كان عيدا يوم عرفة ده جاي عشان يدور القلوب الموجوعة لازم أنت في يوم عرفة ده تكون تهيأت للعيد بأن تكون موصولا بالله ليه طيب يوم عرفة يوم العيد لأنه كل يوم تتيقن فيه أنك مشهود من الله فهذا يوم عيد وهذا المعنى الأهم في يوم عرفة فكانوا بيسألوني هو يوم عرفة الذي نعرف فيه الله قال لا بل يوم عرفة الذي نتيقن فيه من معرفة الله لنا يا سلام أتيقن بيوم بمعرفة الله لنا ولذلك إيه في يوم عرفة اللي في الحجيق لو أنه ظن أن الله لن يغفر أن الله لن يغفر له فقد أعظم على الله الفرية فإذا أنت صليت الفجر ورأيت الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك وأنت تتلق قرآن الفجر فده يوم عيد فلابد أن تعرف ما في يوم عرفة من جميل معاملة الله لك إزاي بقى تعرف إن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم سيعطيك عطاء تعرف به أنه سبحانه وتعالى ليس كحبه حب يبقى هنا عايز تعرف يعني يوم عرفة اليوم ده لازم قلبك يمتلئ بأن الله سبحانه وتعالى إيه اللي حصل سيعطيك عطاء به تعرف أنه ليس كحبه حب إزاي قال من سعوه ما يوم عرفة أهو واحد عايز يوم عرفة الله سبحانه وتعالى أيه يغفر له هذه السنة وسنة تالية أيضا يعني إيه يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك أن حبه متوالي متلاحق متتالي يعني إيه ما كان لله دا أنت بتقول في الأعمال ما كان لله دا ما واتصل وما كان من عند الله لا ينقطع أبدا ولذلك الملك إذا وهب ما سلب يبقى الله سبحانه وتعالى لما غفر لك يقول لك أقبل اعرفني اعرفني بحبي بحبي لك وتذكر أن الجارية دعت وقالت اللهم بحبك لي اغفر لي فقال لها سيدها لا تقولي هذا ولكن قولي اللهم بحبي لك اغفر لي قالت هي كانت تصلي لما كان بتدعو دا فقالت له لو لم يكن يحبني ما أقامني بين يدي والله سبحانه وتعالى لو كان لا يحبك ما عرفك بيوم عرفه لو كان لا يحبك ما علق قلبك بالمغفرة بيوم عرفه لو كان لا يحبك ما جعل قلبك يشتاق إلى أن يمنى الله عليك بهذه العطية في يوم عرفه فتعلق وتشوق وتحقق وتخلق يبقى أنت عايز تكون من أهل التحقق في يوم عرفه تشوق يا رب يا رب جعلنا في العام القادم من أهل يوم عرفه جعلنا نتنسم الآن أنسم أهل عرفه يا رب العالمين فتشوق وتعلق يا رب لح بأن ربنا يخفر لك وبعد كده ايه تحقق أن ربنا غفر لك ايه اللي حصل ثم تحقق ثم تخلق بقى تخلق يعني ايه حول ده إلى أخلاق إن والآن أن فيه خلق هتسميه الخلق الذي فتح الله له قلبي في يوم عرفه يطلع بقى العطف على الناس يطلع السماح عن حد كان أذاك يطلع أن أنت تتعلم الصبر بس يعمل كده يبقى تكلمنا عن النية تكلمنا عن الإحرام تكلمنا عن الطواف تكلمنا عن يوم عرفه تعالوا نختم الكلام كده بقى في حج القلوب بالتحليق حلق بقى شعر الرأس أما التحليق بقى في حج القلوب بقى فده حاجة حلوة خالص التحليق مش بس إنك تقص جميع شعرك التحليق يا سيدي ليس معناه في حج القلوب إن أنت تقص شعرك لكن التحليق في حج القلوب إنك حلقت رأسك فأنت من المحلقين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى إيه للمحلقين اللهم مرحم المحلقين ومن سيحلق رأسه كلها فيدعو لهم أول مرة ثم يدعو لهم ثاني مرة ثم يدعو لهم ثالث مرة فقالوا يا رسول الله والمقصري قالوا المقصري التحليق أصلا هو إزالة كل الأذى إزالة الحجب عن قلبك بمعنى التحليق هنا إيه إن أنت تزيل الحجب عن قلبك فتزيل كل الحجب اللي بينك وبين الله يبقى تزيل كل المشاعر وكل الأسى وكل الأشياء التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى ولذلك هتبقى من أهل التحليق لما تزيل عن قلبك كل حجاب حجاب إيه وهم أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليك يلا احلق ده عن قلبك زيله وهم أن الله سبحانه وتعالى يتربص بك زيله عن قلبك زيله الله لا يتربص بك وهم أن الله سبحانه وتعالى ينتقي بعد خلقه وينظر إليهم زيل هذا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ويجيب دعوة الداعي إذا دعان زيل ده ادعي ادعي وانت وحلق زيل الأزع عن قلبك زيل الحجاب عن قلبك حلق كمان شيل الوهم كمان أن الله سبحانه وتعالى عنده فرصة أخيرة وانت فرصتك راحت زيله فرصة الأخيرة من على قلبك الله واسع زيل كمان وهم أن الله سبحانه وتعالى سيسلبك وانت فقير أن الله سبحانه وتعالى زيل ده انت اللي عندك حجاب زيل ان الله سبحانه وتعالى سيبخر عليك زيل كل الأوهم دي لما تزيل كل الأوهم دي يبقى إيه اللي حاصل يبقى رأسك ملها رأس قلبك اللي واق وهو إيه اللي حاصل تعالوا نتأمن ليه كده احنا بنحلق ايه بنحلق رؤوسنا وإيه الرأس هنا يعني ايه الأساس وإيه الأساس بتاع وإيه الأساس بتاع ذاتك القلب ألا إن في الجسد لمضغة لو صلحت صلحة الجسد كله ولو فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فحلق الحجاب عن قلبك يعني أزيل زيل الحجب عن قلبك إيه أكتر حاجة تزيل بيه الحجب عن قلبك أول شيء شعر بيطلع تاني لما تحمد الله على نعمته يعيده لك النعمة وأكثر شيء زيل الحجاب عن قلبك إن أنت محروم زيل هذا وهم هذا كذب هذا كذب أليس الله بكافر عبده زيل زيل هذا الوهم احلق بقى عشان تبقى بعد كده إيه تتحلل احلق 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 كمان زيل كمان حجاب إن أنت عبد ما عندكش ما عندكش رصيد ابعد ابعد عن إن أنت تعبد الله بالرصيد انت عبد انت سعيد بالعبودية أعظم شيء عندك هو حبك لله سبحانه وتعالى هو ده أعظم ما تملكه بينك وبين الله زيل كل ده زيل ده زيل زيل كل الحكم دي فيا سيدي تعالوا نحق بقلوبنا هذه ساعات باقية قبل ما ينتهي ومعرف تعالوا نحق بقلوبنا ونقبل على الله سبحانه وتعالى نقبل على الله بغير وهم نقبل على الله بحمد نعمتي نقبل على الله سبحانه وتعالى بالاستغفار ثم نقبل على الله سبحانه وتعالى بالانكسار ننكسر لله تذل الله اوعي ومعرفة يمشي من غير تزلل ثم ماذا؟ ثم خلوة تتذوق فيها طعم الأنوار دلع يحلق تتخلص من كل حجبك خلوة مع الله سبحانه وتعالى تستقبل بها أنوار الله سبحانه وتعالى لأنك في الحقيقة إذا لم تذهب إلى مولاك وأنت على هذا الحال كيف تتققل أنه قد زال عن قلبك الحجاب وأنه قبلك في ساحته ساحة الوهاب يا عبد الله أقبل على الله سبحانه وتعالى واستقبل هذا اليوم بهذا الفرح بأن قلبك قد حج حج إلى الله سبحانه وتعالى وتعالى وندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم إنا نعلم أنك تنظر إلى قلوبنا التي انكسرت لما لم نستطع أن نذهب إلى بيتك الحراب ولم نكن وسط الحجيك نقف على عرفات ولكن نعلم أنك تعرفنا نعلم أنك ترانا نعلم أنك ترى ما في قلوبنا نرى أنك ترى أفئدتنا نعلم أنك ترى حاجاتنا وعلمك بأحوالنا يغنيك عن سؤالنا لكن علمك بأحوالنا لا يغنين عن سؤالك اللهم إننا نسألك بحق الهبات التي تتنزل من عندك الآن على أهل المشهد وعلى أهل الموقف أن تجعل هذه الساعة وقفة تشهد لنا عندك اللهم من كان منا قد نزل على قلبه حجاب فأزل الحجاب وافتح الباب افتح لنا كل الأبواب واعطنا بغير حساب لا تدع واحدا منا في هذه الساعة له حاجة إلا وقد قضيتها نعلم أنك تعرفنا ونعلم أنك تعرف حاجاتنا ونعلم أنك تحب أن تجبر خواطرنا فيا جبار الخواطر اجبر خواطرنا ويا مجل النواظر نور قلوبنا ويا صاحب العطايا العطرة عطر أفئدتنا بقربك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن لا تخرجنا من هذا اليوم إلا وقد بسط لنا عندك محبتك اللهم هذا موسم محبتك الذي تجود فيه بعطايا رضاك وودك وتفتح فيه خزائن فضلك وعطفك لأهل حبك فأسألك أن تجعلني في يوم عرفة من أهل الغفران والسعادة والبشر وتحفظ قلبي من كل وجع وأذية وشر وتكرم بالسعة في حياتي حتى أذوق بها حلاوة معيتك في كل نفس من أنفاسي مدى العمر اللهم يسامع الصوت اجبر خواطرنا واجعلنا في رضاك واجعلنا نخرج من يوم عرفة وقد عرفناك بجميل عطاياك وجميل وصلك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أعفو ووسع وأسعد وأكرم بفضلك يا أكرم الأكرمين موسيقى موسيقى